نفتح باب المناقشة تفضل سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الخير المرسلين السيد الرئيس المحترم السيدة وستاذة وزارة المحترمون السيدة وستاذة نور المحترمون يطيب لي أن أتناول كلمة اليوم أمامكم في هذه الجنسة العامة لمناقشة باسم فاتمة الأحرار تقرير سنوي مسألة الحسابات بخصوص محور لوكالة الحضارية بداية أنا لا يمكن أنك كفريق يبي سواء التنويه بهذا العمل وهذا التفاعل الدستوري المؤسسة السنوي وهذا الأمر يعكس عن قناعة راسخة القيم التعاون والتوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الدستورية مثل مجلس على الحسابات وفي نفس الوقت فهي لحظة مهمة لتفعيل مبدأ رابط المسؤولية بالمحاسبة الذي نصع عليها الدستور لا يخفى لأحد بأن الوكال حضار اليوم دور مهم في التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية لبلدنا ولا يخفى لأحد أيضا أن هناك بعض العرق المشاكل التي تجعل هذا الوكال لا تقوم بالدور الفئلة التي تنتظرهم فسيد الوكال فبرجوع إلى هذا التقرير السنوي يتبعون بأن هناك خمس محاور أو ست محاور أساسية ليجب عليكم كوزيرة أن تتفعلوا معها وتعطيها أجوبة آنية على مستوى القانوني وعلى مستوى المؤسسة وعلى المستوى الحكمتي أولا تجديد إيطال قانوني المتعلق بهذه الوكالة وإعادة تحديد مجال التدخل في ضوء تنظيم الترابي الجديد واقتصاصات المخولة لباقي المتدخلين ثانيا تعزيز دور وكالة الحضرية فيما يخص دعم فرص الاستثمار والتنمية من خلال إضفاء مرونة على أدوات التخطيط وقواعد التهيئة ثالثا إعادة هيكلة مهمة المراقبة عمالة التعمير من خلال إرسال إطار التعاون مع الجهات الفاعلة لأخرى واستعمال تقنيات الحادثة لرسل المخالفات رابعا مواجهة المعيقات التي تعاني منها الوكالة وتحول دون ممارستها لاختصاصها المتعلق بالتخطيط الحضري بسبب بطء الإجراءات وتعقيدها وتعدد فاعلين ومفتدخلين وكذا صعوبات الوصول إلى المعلومة خامسا كتعاني الوكالة أيضا من نقص المواجهة البشرية المؤهلة وضعف الحكامة مما يحول دون قيامها بشكل فعال بمهامها متعلقة بمراقبة عمالة التعمير سادسا وآخرا إن مهمة الدعم التقنية المقدمة من طرف الوكالة تفتقل إلى إطار مرجعي واضح مما جعل تلتي الدعم التقنية المقدمة يتم تنفيذه عمليا خارج أي إطار تعاقدي أو اتفاقي يحدد شروط والتزامات الطرف المعنية السيدة الوزيرة لبعض توصيات لمجلس الأعلى التي تحتاج لمعالجة في أهدكم صحيح أنتم لستم مسؤولون على هذه الاختيالات ولكن نبدأ منطق استمرار المرفق الأمومي استمرار المرفق العمومي كيف يفضل عليكم أن تعاملوا مع هذه وطلح وطلح الوزيرة فرهانات كثيرة ونحن كفارق لدينا بعض اقتراحات أولا لا بد من إعادة نظر في المنظومة القانونية لا يقال أننا بعد 40 سنة والهدوة الأخدام الحبقين في إطار القانون القديم ثانيا لا بد من إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لمستخدمين هذه الوكالة عبر ربوع المملكة إلا بغينا فعلا رفح من أداء الوكالات ثالثا من أجل إنخراض أمثل في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة فإن الوكالة الحضرية مطالبة بإعادة نظر في طرق اشتغال منظومتها سواء تعالق الأمر بإعداد وطائق التعمير أو التدبير طلبات إحداث المشاريع أرابعا وأخيرا تأهيل الموارد البشرية العاملة بالوكالة الحضرية حتى تصبح متملكة لأدوات تحليل ورصد الدينامية المجالية المحلية والجهوية واستجابة لحاجة استثمار من خلال التكوين المستمع حضرة السادة والسادات إن طولة الاستثمار التي أنها سلمة نظره الله تحتاج إلى جيل جديد من الوكالة تضع على رأس أولويتها إرساء وتائق التعمير تضمن توزيع متوازن للأنشطة اقتصادية والصناعية بمختلف الجهات وتسعى إلى التوفير البنية التحتية لهذه الأنشطة الاستثمارية وخلق مناطق صناعية قادرة على استقطاب رسول الأموال والتنمية التشجيع والاستثمار وفي الخاتمة نقول أن التعزيز التموقل والوكالة الحضرية والارتقاء بأدوارها والرفع من آدائها أصبح مطلبا أساسيا لرفع التحديات التي تواجهها المجل القرابي والحضري لن يكون بالخطابات الوردية والنواية الحسنة كما كان يحدث في الماضي بل بالأفعال والقرارات ولنا اليقين بقدرتكم وكفاءاتكم على التحقيق الإصلاحات العميقة في عمل وكالة حتى تكون في المستوى التنموي الذي ينتظره سنة الملك والشعال المغربي شكرا